طيب السؤال الأهم أم غلطت وإحنا كلنا مكررين يا غلطت بس خلي بالك عم الشيخ ماينفعش أم تيجي تعتذل المراطي مين اللي قال انت يبقى انت بترتكب اسم عظيم أمك يبقى هي أمك تسمع الحلقة دي خدتها العزة بالاسم اللي غلط يجي يعتذر إزاي يا عم الشيخ يلا السوشال ميديا اللي الصحافة يلا فابريكو إزاي شيخ أزهري يطالب الأم بالاعتذار للزوجة آه يا حبيبي لما تغلط وتعتذر مشانا اللي روح لها كمان هي اللي تيجي لبيتي وتعتذر وتعتذر بالطريقة اللي أنا شوفها هنتي قدام الناس تطيب خطري قدام الناس هي أمك مش أعظم من سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في أعمى نزلت قصته في القرآن في سورة عباسة جاهل للنبي صلى الله عليه وسلم وقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي لقى وفد من قريش داخل فقام ساب الأعمى بدون استئذان طمعا في أن يسلم هذا الوفد فالأعمى عز عليه كان اسمه سيدنا عبد الله بن أم مكتوم قالوا أنا قليل القدر أنا قليل عشان النبي يسيبني وأم لدول ما ينفعش تاني يوم ما صلىش ورا النبي النبي عايز يروح له قال له ما ينفعش إنك العظيم القدر جليل المنزلة يؤتى إليك تاني تالت يوم ينزل القرآن عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاهى نزل القرآن يعتذر عن النبي لعبد الله بن أم مكتوم فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم فرح وجل للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي كان لما يشوفه يبص إيده من اللي يبص إيد مين النبي بيبص إيد عبد الله بن أم مكتوم تاني النبي نبي الأمة خير خلق الله قاطبة يبوس إيد عبدالله ويقول له مرحبا بمن عاتبني فيه ربي شوف الجبال فأمك أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن خالص أمك أعظم من أبو ظر اللي حط خده على الأرض وقال لازم بلال يدوسه على وش بجزمته علشان أنا زعلته لا يمكن خالص أبدا فعلشان كده يا سادة كل أم أنا بقولك أهو الغلطة في جزبنتك أو الغلطة في مرات ابنك ركزي ركزي في الكلام ده كويس قوي يوم القيامة ربنا مش هتبطب عليك لو أنت عايشة وزلانة بالمعيشة وللطلق محاكم وقسم وخربيوت وتعايشونا غزبين عننا لا يوم القيامة معنديش ربنا الكلام ده يوم القيامة ربنا سمى يوم الفصل هيتخذ الحق منك على رؤوس الخلائق فتنزله عن العزة بالإسم واللي غلط يروح يعتذر كبير صغير ما عندناش في الإسلام كبير صغير إلا لما نعفو بمزاجه لما نسامح بمزاجه لما نتجاوز بمزاجه كان مرة من مرات قبل الفصل يا سيدي حاضر دي أواحد مرة من مرات أنا ضربت مثل مع أستستي الإعلامية الجميلة لأستاذ دعاء فاروق وقلت كده بالنص افرد دعاء فاروق إدتني بالألم فقالت لي مقدرش يا فضيل الشيخ قلت افرده يجوا في القنابة يقولوا دي دعاء فاروق ما ينفعش ايه يا عام عفو الله عما السلف وخش لا الإسلام ما يقولش كده الإسلام يقول الشيخ ده زليل ما يستحقش يشيل شرف الإسلام ولا يحمل تاج العلم والإيمان أما ليه إلحق إيه إن دعاء فاروق زي ما ضربتني توقف قدام الناس وارفع إيدي أملك إن أنا اديها الألم وبعدين أقول لا ما ينفعش إن أنا ضرب ست عفوته عن كل بس قدرت قدرت هنا اسمها مسامحة ما اسمهاش إيه مذلة معادة ذلك دخلت الحلقة وسكتت وكتمت غزو أمري لله أصلا هنصروا دعاء فاروق مش هنصروني يبقى مذلة حبيبي يبقى دانية رضيت الدانية في نفسك ترجمة نانسي قنقر